مرة أخرى يواجه الكاظم عقبات في طريقه للإصلاح الاقتصادي فعلى الرغم من تأييد كتل سياسية وأوساط شعبية لهذه الإصلاحات التي وصفت بأنها حرب على الفساد تصف جهات أخرى هذه الإجراءات بالتخبط والسير الأعمى وراء مستشاريه على غير هدى العقبة الأخيرة ليست جديدة ولكنها تجددت بعد قيام عدد من المستفيدين من رواتب رفحاء بالاحتجاج على قراره بتعديل رواتبهم وإلغاء ازدواج الرواتب فيما ترى هذه الشريحة القرار استهدافا لهم دون غيرهم وتعده تشويها لسمعتهم متذرعين بما يستلمه المتضررون من أهالي حلبشة والمتقاعدين من عناصر الأجهزة الأمنية في النظام السابق وبين الرؤيتين تقف الرؤية القانونية للمسألة على الحياد فالقانون لا يلغى أو يعدل إلا بقانون بينما ينص قانون مؤسسة السجناء السياسيين على أن المشمولين بالقانون هم المحتجزون في رفحاء فيما تعد التسمية القانونية لنزلاء مخيماتهم بأنهم لاجئون وتم الاعتراف بهم كلاجئين في الأمم المتحدة كما يرد متخصصون في القانون على مسألة تقاعد عناصر الأمن بأن التقاعد هو استقطاع سابق من رواتبهم إلا أن قضية تشويه سمعتهم أمام الرأي العام وأنهم يكلفون البلد ما لا يطيق فهذه قضية أخرى لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم وللرأي العام حقه في التعبير